اشتركوا في القناة في قرار تمت المثادقة عليه في نهاية اشغال هذه القمة على تعزيز الجهود بما في ذلك وقف اطلاق النار الدائم من اجل ايجاد تثوية سياسية والسلمية للنزاع في ليبيا طبقا لمقتضيات الاتفاق الموقع من قبل الاطراف الليبية في 2015 بالثخيرات وفي قرار اخر دعت قمة الاتحاد الافريقية لامم المتحدة عن طريق مجلس الامن التابع لها الى تحمل مسؤوليتها كاملة من خلال السهر على ان يتم تفعيل ومراقبة حر الاسلحة المطبق على ليبيا في اطار الجهود الرامية الى وضع حد للاقتتال وخلق الظروف الملائمة لوقف اطلاق نار دائمة وفق المقتضيات الناجعة للاتفاق السياسية المواقع بين الليبيين بالثخيرات في 2015 وكان المغرب قد اكد خلال هذه القمة على ليسان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقية والمغارب المقيمين بالخارج ناصر بوريط على ان تثوية الاذمة الليبية يجب ان تتم من طرف الليبيين ومن اجل الليبيين وشدد خلال ندوة صحفية على هامش هذه القمة على ان المغرب اكد دائما على ان التدخل الخارجي لن يساعد في اي حال من الاحوال على تثوية الاذمة الليبية وقال ان الثخيرات لم تكن مؤتمرا دوليا لاجاد حل الاذمة الليبية بل اطارا للحوار بين الليبيين منشيرا الى ان الثخيرات اظهرت ان الليبيين اذا ما توفر لديهم الفضاء والمواكبة الضروريين يمكنهم تجاوز خلافاتهم والخروج بحلول الليبية لمشاكل الليبيين اكدت صحيفة الجورنالي الايطالية اليوم الثلاثة ان استضافة المغرب لمؤتمر الثخيرات اثنين سيعطي زخما جديدا لحوار سياسي بشأن ليبيا واضافت اليومية ان الثخيرات اثنين قد يماهد لتحقيق الاهداف التي يتطلع اليها المغرب والمتمثل اثاثا في توحيد القوات المثلحة في ليبيا وتشكيل حكومة جديدة قادرة على توحيد صف جمع الاطراف الليبية وثجلت اليومية انه على مدار العامين الماضيين عقدت عدة مؤتمرات حول ليبيا في كل من اوروبا والشرق الاوسط لكنه في نهاية المطافة يضل اتفاق الصخيرات الثياسية لثنة 2015 هو الاتفاق الوحيد المقبول من الناحية القانونية في الدولة الواقعة في شمال افريقيا واضافت ان هذا الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين مختلف الاطراف الليبية ماذا لا يعتبر حتى حدود اليوم بمتابة دستورة واعتبرت الثحيفة الايطالية بالمقابل ان وثيقة مؤتمر برلين تمضي نحو اخفاق نهائية مستجلة انه بعد ظهور فشل المبادرة التي قادتها المانيا والتي كان من المفتردة ان تعيد تنشيط دور اوروبا في ليبيا قرر المغرب الان اعطاء دفعة اخرى للملف الليبي ما يعني ان له دور مهم في جميع انحاء منطقة شمال افريقيا وذكرت الثحيفة انه في الايام الاخيرة اعادت الخارجية المغربية اطلق دورها كوسيطة لتجسير الهوى بين الاطراف الليبية منشيرة الى ان مبوت رئيس مجلس النواب الليبية عبدالهادي الحويج اجر الجمعة الماضية مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارجة السيد ناصر بوريطة واكد في لقاء صحفية عقب هذه المحادثات ان المغرب قادر الى جانب الدول الاخرى على الاطلاع بدور في ايجاد حل دائم ومستدام للازمة الليبية واشارت لان ممتلي المؤسسات الموجودة في شرق ليبيا اعربوا عن شكرهم للمغرب على التزامه بالملف الليبية مؤكدين ان الاتفاق الموقع في الصخيرات ما يذال مهمنا موسيقى في اول رد لثلثلة متاجر بيمة تركيا المتخصصة في البيع تجزؤ على اتهامات وزير الثناعة وتجارة مولي حفيد العالمي والتي قال فيها انها تضر بالاقتصاد المغربية قال هالوك دورتل اغلو المدير المالي لشركة بيمة تركيا اليوم الاربعاء ان الشركة تشري معظم البضائع فيما تجريها بالمغرب محليا وذلك بعد ان طلبتها الرباط برفع نسبة الثلع المحلية الى النصف وإلا واجهة خطر الاغلاق وقال دورتل اغلو لبكالتر ويترز نرسل حوالي 15% فقط من منتجاتنا التي تباع في المغرب من تركيا ويتم الشراء الباقي وهو 85% من منتجين محليين وقال الوزير مليح في العالمي انه طلب بيم بزيادة نسبة الثلع المحلية التي تبيعها في متاجرها بالمملكة الى النصف على الاقل وإلا واجهة خطر الاغلاق تذامنا مع مراجعة المغرب اتفاقا لتجارة الحرة ابرمه مع تركيا عام 2004 وقال دورتل اغلو ان الشركة توظف نحو 3000 شخص في المغرب كلهم تقريبا مغاربة ويبلغ عدد متاجر الشركة في المغرب حوالي 500 متجر تمثل ارادتها نحو 5% من اجمالي ارادة الشركة ووفقا لاحدث التقارير المالية للشركة بلغت ارادتها 29.7 مليار ليرة اي حوالي 4.93 مليار دولار في الاشهر التسعة الاولى من عام 2019 واستقرت اثم الشركة في تدولاته عند 47.92 ليرة للثهم في الثاعة الثامنة و43 دقيقة بتوقيت جرينيتش وقال المدير المالي للشركة رفعنا مشترياتنا من المنتجين المحليين في المغرب بمرور الوقت وسنواصل القيام بذلك جاهر جهاد ثليمان راشد عدو في المجلس الوطني الفلسطيني بموقفه المعادي للوحدة الترابية للمملكة المغربية من داخل البرلمان الاوروبي في بروكسل حين كان يلقي كلمة له امام احدى الليجان الاوروبية وتدول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لكلمة القيادية الفلسطينية تكشف عن موقفه المناثر لجباة البوليسارو الانفصالية التي تنازع المغرب على صحرائه ودع جهاد ثليمان قوى اليسار في البرلمان الاوروبي الى الدفاع عن القضية الفلسطينية والدفاع عما اثمها قضية الشعب الثحراوية وحاول المتحدث ان يحرك مشاعر الحاضرين باستغلال ما يعانيه الفلسطينيون دفاعا عن قضيتهم الشرعية واثقاطه على ثاكنة مخيمات تندوف الواقعة تحت قبضة البوليسارو الانفصالية وطالب قوى اليسار بالدفاع عنهم على المستوى الدولية عدو المجلس الوطني الفلسطيني تأثر خلال تواجد في مرحلة الشباب في اسبانيا بفكر الانفصاليين المقيمين هناك وقال ان قضيتهم تشغل باله وان عضويته لا تمنعه من التعبير عن رأيه في هذا الشأن وعمل انثارو البوليسارو على الترويج لهذا الفيديو وربطه بالتقارير الاعلامية الغير المؤكدة التي ذعمت ان المملكة المغربية تؤيد صفقة القرن علما ان رئيس الحكومة سعد الدين العثمانية اكد ان الموقف المغربية ينطلق من توابث المملكة ملكا وحكومة وشعبا في تعاملها مع القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه وفي مقدماتها انشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريفة ورفض كل محاولات تهويل القدس والاعتداء على الحرم القدسي والمسجد الاقصى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة